السلام عليكم معكم أنتوه رشيد ابداء والتنوع كما تشاهدون هناك رأس المحرك هناك المشكل وهذا تسريب الزيت من هذا الماء كذلك هناك تسريب الزيت يجب معينة هذا التسريب في كل مرة إنسان لا يستهز لتسريب الزيت على فكرة هذا الزيت عندما قمت بملء الزيت آخر مرة نسكب الزيت معناها هذا الزيت قديم هذا جديد هذا ناتج عن قدم أو تآكل جوان تاكيهات كما يسمونه إخواننا المصريين جوان التاكيهات أو جوان رأس المحرك أو بالفرنسية أو بالفرنسية جوان كيبيوتر هذا جوان كما ترون في الصورة هذا هو الجوان هناك من يقوم عند تركيبه بوضع المادة اللاسقة وهناك لا يضع المادة اللاسقة نضع المادة اللاسقة في حالة إذا كان هناك أعويجاج ربما لا يرى بالعين المجرد في المناطق هذه تحت هذا الغطاء البلاستيكي أي هذا الرأس المحرك ممكن هناك أعويجاج لذلك ذلك الأعويجاج في يعوضه تلك المادة اللاسقة بحيث يمنع تسريب الزيت أما إذا كان لا يوجد في هذا الرأس الألمنيومي هذا لا لا يوجد فيه أعويجاج فنضع الجوان وحده بدون وضع المادة اللاسقة وأنا أفضل شخصيا وضع الجوان بدون المادة اللاسقة أما في هذه الحالة في هذه الحالة قبل أن نفتح هذا الغطاء البلاستيكي كما قلت لكم قبل فتح هذا الغطاء وتغيير الجوان الذي على ما أعتقد مئة بالمئة قد فسد أو يبس يبس ذلك المطاط كما ترون في الصورة نقرن الجديد بالقديم أنه عند ضغط عليه يكون مطاطي أما القديم يبس لذلك يسمح بمرور الزيت في هذه الحالة نقوم بتنظيف هذه الأماكن بمدد البنزين أو أي مناطف ثم نقوم إحكام البراخي هناك طريقة لقيامي بذلك أولا نقوم بأتنظيف ثم أخبركم عن طريقة إحكام أو ربط هذه البراغي جيدا بطريقة جيدة تسمح لكم بمنع تسريب الزيت لا تذهبوا بعيدا تذهبوا بعيدا بعد ما قمت بالتنظيفها لكي لا أطيلها الفيديو كثيرا نحذر مفتاح عشرة ونقوم بإحكام هذه البراغي قليلا وليس كثيرا لكي لا نؤثر على الألمنيوم لكي لا نقوم بإحكام لكي لا نقوم بإحكام المهم نقوم بالإحكام بطريقة كروازي هذا ثم 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 هذا إحكام أرغي الآن الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والأخير بهذا أكون قد قمت بإحكامهم جيدا حالما إذا قمتم بتجربة ذلك ولم يتم إحكامها ولو قليلا يعني أنهم وصلوا إلى حدهم الأقصى من الإحكام لذلك سأقوم ب أو أنتم بعد تجربة هذه العملية تقومون بالسير بها لمدة معينة ممكن يوم أو يومين وترون إذا كان هناك تسريب أولى إذن لم يكن تسريب بهذا نجاح العملية إذا كان هناك تسريب يعني يجب القيام ب لذا يجب شراء جوان التكيهات أو جوان رأس المحرك أو جوان كيبيوتر وانتظروني في الأيام المقبلة سأنزل فيديو عن طريقة نزع هذا الغطاء وتركيب جوان كيبيوتر جوان رأس المحرك طريقة صحيحة وطريقة التنظيف وطريقة الإحكام البهراغي لأن إحكام البهراغي يساهم بشكل كبير في منع تسريب الزيت نلتقي في الفيديوهات القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك ودعمنا ونقرأ على الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة